ما حكم من كان لا يصلي ثم تاب واستقام حل عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته في السنوات الماضية الصحيح أنه ليس عليه قضاء وإنما إذا تاب إلى الله يخافض على الصلوات في المستقبل وأما قبل التوبة هو كافر من ترك الصلاة متعمدا كفر كما قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وكان في تركه للصلاة كافرا فلما تاب دخل في الإسلام من جديد يحافظ على الصلاة في المستقبل